بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلاب الأعزاء في درس جديد من دروس العلوم بإذن الله اليوم سنبدأ الإثراءات معنا اليوم الإثراء الأول المعدن ما هو المعدن؟ مادة صلبة غير عضوية موجودة في الطبيعة ولذرات ترتيب بنمط معين ويكون منتظم ومتكرد معنا كلمة غير عضوية أنها لم تنشأ لعن النبات أو عن الحيوان الصخر هو مجموعة مكونة من معدن واحد أو أكثر من معدن وكل معدن له خصائص مميزة كيف تتشكل المعدن بعدة طرق التبريد البطيء أو التبريد السريع أو التبخر أو الترسيب بالنسبة للتبريد البطيء للصهير الصخري الموجود في باطل الأرض والمسمى الصهارة التبريد السريع للصهير الصخري نتيجة وصوله لسطح الأرض والمسمى بألابة أما طريقة التبخر وهو ما يحدث لماء البحر عند تبخره فيتكون عن عملية التبخر بلورات الملح أما الطريقة الرابعة هي طريقة الترسيب وهو ما ينتج وهو ما ينتج عن ترسيب المواد الذائبة في الماء الماء لا يستطيع حملها فتترسيب وتنزل إلى الأسفل على شكل مواد صلبة مثل معدن المنغنيز لمعرفة كيف تتشكل المعادن أو المعدن يجب ملاحظة حجم البلورات كذلك يجب ملاحظة كيف تنتظم معن خصائص المعادن الشكل البلوري الانفصام والمكسر اللون المخدش واللمعان والقساوة ما هو الشكل البلوري؟ جميع المعادن تتركب من ذرات مرتبة بشكل منتظم ومتكرر البلورات ما هي؟ هي المادة الصلبة التي تحوي ذرات بشكل مرتب ومنتظم ومتكرر أسميها بلورات الانفصام وما الفرق بينه وبين المكسر الانفصام يحدث للمعادن التي تنفصل إلى قطع ذات سطوح ناعمة ومنتظمة كذلك تكون عاكسة للضوء نسمي هذه الخاصية خاصية الانفصام بعض المعادن ينكسر ويتحول إلى قطع ذات سطوح خشنة يقال عنها مكسر مثل الكوارت معدن البريت لماذا يسمى بالذهب الزائف؟ لماذا يسمى بالذهب الزائف؟ لأن له لمعانفلزي ذهبي اللون يتشكل من بلورات سداسية الأوجة كذلك يشير اللون الذهبي المحمر في بعض القطع النقدية الجديدة على احتوائها على عنصر النحاس كذلك تميز الكبريت باللون الأصفر اللامع هناك معادن مختلفة لها اللون نفسه وهناك معدن واحد بألوان مختلفة مثل الكالسيت المخدش هو لون مسحوق المعدن ومعدن الهيماتيت له مخدش بني محمر بخدش المعدن بلوح البورسلان أبيض اللون نحصل على مخدش المعدن نلاحظ في هذه الصورة المخدش المخدش ما هو؟ هو الفتاة الناعم الملونة الذي ينتج عن حك المعدن بلوح الخدش ما هو لوح الخدش؟ لوح الخدش هو قطعة خزفية بيضاء سطحها خشن الاعتماد على لون المخدش أفضل من الاعتماد على لون المعدن نفسه لأن لون المعدن قد يعطين لون آخر بالنسبة للنمعان يصنف إلى إما عاكس للضوء الساقط على سطح المعدن مثل الفلزي أو لا يعكس الضوء الساقط على سطح المعدن قد يكون أربعة أنواع زجاجي، ترابي، غير فلزي، وباهد أخيراً في خصائص المعدن وهو القساوة من مميزات المعدن أيضاً أن بعضها طري مثل التلك ويمكن خدشه بالضفر بعضها الآخر قاسم جداً ويمكن استخدامه لقص مواد أخرى كيف يمكنك معرفة قساوة أي معدن؟ عن طريق خدشه بمعدن آخر ونعرف أيهما أقصى المعادن الشائعة عدد المعادن في الطبيعة أربعة آلاف معدن ولكن عدد المعادن التي تتكون منها الصخور قليل جداً تسمى المعادن المكونة للصخور المعادن الأخرى نادرة يستخدم بعضها باعتباره إحجاراً كريمة وبعضها الآخر كخامات فيلزية ثمينة هناك مجموعة تحتوي على عنصر الكربون والأكسوجين وهي تدخل في تركيب الحجر الجيري المستخدم للبناء هناك أيضاً معادن في قعان البحار مثل الجبس والملح الصخري المكون من معدن الهالك تشكل أنواع الفلسبار أكثر من نصف معادن القشرة الأرضية الحجر الكريم ما هو الحجر الكريم؟ ومعدن قابل للقص والصقل مثل الألمس ما هي شروط أن أقول عن هذا الحجر هو حجر كريم؟ أولاً أن يكون المعدن نقياً ثانياً خالياً من العيوب والشقوق ثالثاً له لمعان ولون جميل أسباب ندرة الأحجار الكريمة أنها تتكون في ظروف خاصة مثل الألماس يتكون من عنصر الكربون إثر تعرضه لضغوط مرتفعة أكبر من الضغوط الموجودة في قشرة الأرض يتكون الألماس في منطقة الستار ثم يخرج إلى سطح الأرض بثوران بركاني يحمل معه قطع الألماس الخامات متى أسمي القطع هذه خام؟ متى يسمى المعدن خام؟ إذا كان يحوي ما يكفي من مادة مفيدة يمكن بيعها وتحقيق أرباح منها الحديد المستخدم في صناعة الفولاد من معدن الهيماتيت الرصاص المستخدم في البطاريات من معدن القالينة الماغنيسيوم المستخدم في الفيتامينات من معدن الدولوميت كيف أعالج الخامات؟ يتم استخراج الفلزات من الأرض بطريقة تسمى التعدين إذن نستخرجها بطريقة التعدين ثم بعد استخراجها يتم معالجتها للحصول على المعدن ومثال للحصول على النحاس يصهر الخام وينقى للتخلص من المعادن غير المرغوب فيها الموجودة من ضمن النحاس يستخدم النحاس في صناعة الألواح والتوصيلات الكهربائية نأتي للدرس الثاني في هذا الباب أنواع الصخور أنواع الصخور نارية رسوبية ومتحولة النارية تنقسم إلى نارية سطحية ونارية جوفية بالنسبة للرسوبية تنقسم إلى ثلاثة أقسام الفتاتية والكيميائية والعضوية والصخور المتحولة تنقسم إلى متورقة وغير متورقة الصخور النارية ما هي؟ نوع من الصخور يتكون نتيجة تبريد الصهارة وتصلبها على سطح الأرض أو في باطن الأرض ينقسم إلى نوعين وهي الصخور النارية السطحية والصخور النارية الجوفية الصخور النارية السطحية حدثت عملية التبريد أو التصلب على سطح الأرض أما الصخور النارية الجوفية حدثت عملية التبريد أو التصلب تحت سطح الأرض يؤثر التركيب الكيميائي للصهير الصخري في لون الصخر الناتج كيف ذلك؟ إذا احتوى الصهير على نسب عالية من السيليكا ونسب قليلة من الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم سيعطيني صخر فاتح اللون يسمى هذا النوع من الصخور بالصخور القراناتية أما إذا احتوى الصهير على نسب قليلة من السيليكا وتحتوي الصهارة على الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم سيعطيني صخر غامق اللون يسمى البازلت الصخور الناتجة عن اللابة تتكون الصخور الناتجة السطحية عندما تبرد المادة الصخرية المنصهرة على سطح الأرض تبرد اللابة بسرعة فلا تتشكل بلورات كبيرة للمعادل ينتج عنها تكون صخور سطحية سطحها أملس وأحيانا زجاجية المظهر تتشكل الصخور بطريقتين تتشكل الصخور السطحية بطريقتين الطريقة الأولى حدوث ثوران بركاني وقذف اللابة والرماد البركاني للسطح الثاني انسياب اللابة من خلال شقوق القشر الأرضية أو فوهات البراكين إلى اليابسة والماء ويسمى بالانسياب البركاني إذن عن طريق الثوران البركاني عن طريق انسياب اللابة أما إذا خرجت اللابة إلى سطح الأرض وبردت بسرعة كبيرة جدا فلن تتكون بلورات في الصخر يسمى حينئذ بالزجاج البركاني مثل ما هو موجود لدينا في الصورة أيضا هناك الصخور أو الصخر البركاني المليء بالثقوب ويتكون عندما تحويل اللابة كميات كبيرة من الغازات مثل حجار الخفاف الصخور الناتجة عن الصهارة بعض مصهور الصخور لا يصل إلى الأرض ويسمى صهارة ينقسم إلى نوعين قلنا الصخور النارية السطحية والصخور النارية الجوفية نأتي الآن إلى الصخور النارية الجوفية الصخور النارية الجوفية تتكون عندما تبرد الصهارة تحت سطح الأرض كيف تتكون الصخور النارية الجوفية؟ نلاحظ هنا الصورة لدينا الصخر ناري جوفي تتكون عندما تصعد كمية كبيرة من الصهارة إلى أعلى دون أن تصل إلى سطح الأرض تبقى هذه الصهارة تحت سطح الأرض وتبرد ببطء خلال ملايين السنين حتى تتصلب وتتشكل بلورات المعادل عندما تبرد ببطء خلال ملايين السنين وتتصلب تسمح للبلورات بالتشكل كذلك تصبح بلورات الصخور النارية الجوفية تحوي بلورات كبيرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة بسهولة لأنها أخذت وقتها في التشكل موجه الاختلاف بين الصخور النارية الجوفية والصخور النارية السطحية تحوي الصخور النارية الجوفية بلورات يمكن رؤيتها بالعين المجردة أما الصخور النارية السطحية لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة من أنواع الصخور النارية أولاً أريولايت صخراً سطحي له نفس تركيب القرانيت ويحتوي على عدد قليل من البلورات المرئية كذلك القرانيت هو من أكثر الصخور النارية الجوفية انتشاراً ويمكن رؤية بلوراته بالعين المجردة أيضاً البازيلت معظم بلوراته لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة الجابرو وهو صخر ناري جوفي ذو بلورات معدنية كبيرة الآن ننتقل إلى الرسوبيات الرسوبيات تتكون من فتاة الصخور، الأصداف، حبيبات المعادن ومواد أخرى مثل رمال الشاطئ الصخور الرسوبية ما هو تعرف الصخور الرسوبية؟ هي التي تتكون من تجمع الفتاة الصخري والمعادن الذائبة وبقايا الكائنات الحية على شكل طبقات ما هي العوامل التي ساهمت في حمل الرسوبيات وتجميعها؟ الأنهار الأنهار، أمواج البحار، انزلقات طينية وانزلقات جليدية وكذلك الرياح إذن أنهار، أمواج البحار، انزلقات طينية، انزلقات جليدية، هو الرياح ما هي أنواع الصخور الرسوبية؟ قلنا فتاتية كيميائية وعضوية الصخور الرسوبية الفتاتية هي صخور مكونة من حبيبات معادن أو حبيبات صخور أخرى يتم نقلها بعوامل النقل الطبيعية وتصل إلى حواض الترسيب حيث تترسف في طبقات متوازية الواحدة فوق الأخرى فتقوم بتكوين صخور من الأمثلة عليها الغضار الحجر الطيني الحجر الرملي والكونغلوميرات أنواع الصخور الرسوبية قلنا أولا الغضار يتكون من حبيبات الصلصال كذلك الحجر الطيني حجم حبيباتها أكبر قليلا من حجم حبيبات الغضار وهي حبيبات الغرين الحجر الرملي مكون من حبيبات حجمها أكبر من حجم حبيبات الغرين وهي حبيبات الرمل والكونغلوميرات له أكبر حبيبات تسمى بالحصى أو الحصبة يكون صخرا عندما تلتحم الحصى مع بعضها الباب بالنسبة للصخور الرسوبية الكيميائية يتكون هذا النوع من الصخور عندما يتبخر ماء البحر الغني بالمعادن الذائبة أو عندما تتبخر مياه مشبعة بالمعادن من الينبيع الحارة والبحيرات المالحة مثل الملح الصخري المتكوم من كلوريد الصوديو الصخور الرسوبية العضوية وهي النوع الثالث من الصخور الرسوبية تتكون الصخور الرسوبية العضوية من ترسب بقايا الكائنات الحية بعد موتها بعدما تترسب تتراس متحولة إلى الصخر الصخور العضوية المتكونة في البحار تسمى حجر جيري ننتقل الآن إلى الأحافير مثل عظام الديناصورات ما هي الأحافير؟ هي بقايا أو أثار حيوان أو نبات كان يعيش في الماضي كذلك ننتقل الآن إلى صخور جديدة من صخور قديمة تعمل الكثير من العوامل الفيزيائية على سطح الأرض أو في داخلها بشكل دائم على تغيير الصخور إذن تتغير الصخور بشكل مستمر العوامل مثل الحرارة، الضغط، والسوائل، الساخنة الموجودة في باطن الأرض تتكون صخور جديدة بفعل عمليات تحدث في درجة حرارة منخفضة كما في حالتي التجوية والتعرية أو بفعل عمليات تحدث في درجة حرارة مرتفعة كما في الصهير الصخري كيف تتكون الصخور المتحولة؟ تتكون في ظروف متوسطة بين تلك التي تكونت فيها الصخور الرسوبية وبين التي تكونت فيها الصخور النارية قد تحتاج الصخور المتحولة قلنا إلى ملايين السنين حتى تتحول قد تتغير بلورات المعادن بفعل الصهارة المندفعة إلى القشرة الأرضية العمليات الأرضية التي تنتج الضغط اللازم لتكون الصخور المتحولة هي بناء الجبال، الحركة على الصدوع، الدفن أسفل طبقات صخرية الصخور المتحول تعرفه هو صخور طرأ تغير على تركيبه عدد العوامل التي أدت لتكون الصخور المتحولة هي الحرارة المرتفعة التي تبقى دون انصهار الصخور والضغط الكبير الذي يزداد كلما اتجهنا إلى عماق تحت الأرض، عماق أكبر تحت الأرض نأتي الآن إلى تغيير صفات وتركيب الصخور القديم التحول من جرانيت إلى النايس ومن حجر جيري إلى رخام ومن الرمل إلى الكوارتزيت ما هي العوامل المؤثرة في أنواع الصخور؟ بالنسبة للصخور النارية تتكون بسبب الحرارة في باطن الأرض أو بالتبريد السريع فوق الأرض بالنسبة للصخور الرسوبية بفعل عوامل التجوية والتعرية وبينهما ستكون الصخور المتحولة وستأخذ من الأنواع الأثنين من الرسوبية ومن النارية بفعل الحرارة والضغط وعوامل التجوية والتعرية أنواع الصخور المتحولة تنتج الصخور المتحولة من صخور قديمة قد تكون صخور نارية أو صخور رسوبية أو كذلك صخور متحولة فتعطيني صخور متحولة جديدة النسيج الصخري تصنف الصخور بواسطة الخاصية الفيزيائية وهي النسيج الصخري ما هو النسيج الصخري؟ هو الشكل العام للصخر يشمل حجم وشكل وطريقة ترتيب بلورات وحبيبات المعادن المكونة للصخر أنواع الصخور المتحولة إما صخور متورقة أو صخور غير متورقة بالنسبة للصخور المتورقة تمتاز بطبقاتها المتتالية التي تشبه الأوراق والترتيب الواضح للحبيبات المعدنية من الأمثلة على الصخور المتورقة الإردواز، النايس، الشيست، الفيز إذن الصخور المتورقة تمتاز بطبقاتها المتتالية التي تشبه الأوراق والترتيب الواضح للحبيبات المعدنية هناك أربعة أنواع للصخور المتورقة الإردواز، النايس، الشيست، الفيز بالنسبة للنوع الثاني للصخور غير المتورقة صفاتها ليس لها بنية ورقية واضحة مثل الصخور المتورقة وهي ذات توزيع لوني متجانس ذات توزيع لوني متجانس أيضا حبيباتها غير مرئية ولا تصطف بنمط منتظر مثل حجر الرخام، حجر الكوارتز الذي نتج عن تعرض الصخر الرملي للضغط والحرارة إذن نعيد بالنسبة لأنواع الصخور المتحولة قلنا أنه ممكن تحويل الصخور النارية والصخور الرسوبية والصخور المتحولة وتعطيني صخور متحولة جديدة النسيج الصخري تصنف الصخور بواسطة الخاصية الفيزيائية وهي النسيج الصخري نقوم الآن بتعريف النسيج الصخري هو الشكل العام للصخر ويشمل حجم وشكل وطريقة ترتيب بلورات وحبيبات المعادن المكونة للصخر فيعطيني الشكل العام للصخر إذن يشمل الحجم، يشمل الشكل، يشمل طريقة ترتيب البلورات وحبيبات المعادن المكونة للصخر وتعطيني أشكال مميزة وجميلة عند فحصها تحت المجهر قلنا أنواع الصخور المتحولة صخور المتورقة وصخور غير متورقة الصخور المتورقة تعريفها لها طبقات متتالية تشبه الأوراق والترتيب الواضح للحبيبات المعدنية أنواعها الأردواز، النايس، الشيست، الفليد بالنسبة للصخور غير المتورقة ليس لها بنية ورقية واضحة ذات توزيع لوني متجانس حبيباتها غير مرئية لا تصطف بنمط منتظم ومعين مثالاً لذلك حجر الرخام، حجر الكوارتزيت الذي نتج عن تعرض الصخر الرملي للضغط والحرارة تتغير الصخور من نوع إلى آخر باستمرار قام العلماء بعمل نموذج يدعى دورة الصخر الفائدة من هذا النموذج لوصف الآليات تحور الصخور من نوع إلى آخر كذلك علاقتها ببعضها البعض كل صخر يكون في رحلة مستمرة خلال دورة الصخور نلاحظ في هذه الصورة دورة الصخور تستغرق رحلة الصخر ملايين السنين لنقوم الآن بعملية التحويل مثلاً صخر رسوبي تحول صخر رسوبي تأثر بالحرارة والضغط فتحول إلى صخر متحول عند انصهار الصخر المتحول يتحول إلى صهارة ولابة وعندما أقوم بالتبريد أو يحدث له تبريد يتحول إلى صخر ناري الصخر ناري عندما يحدث له انصهار يعود مرة أخرى صهارة ولابة الصخر ناري كذلك عندما يحدث له يكون تحت ضغط حرارة وضغط يتحول إلى صخر متحول نعود هنا الصخر ناري إذا حدث له تجوية وتعرية أصبح رسوبي والرسوبي إذا حدث له ضغط وتلاحم رجع إلى صخر رسوبي الصخر الرسوبي إذا حدث له تجوية وتعرية عاد للرسوبيات كذلك الصخر الرسوبي إذا حدث له انصهار عاد إلى صهارة ولابة الصخر الرسوبي إذا تعرض للحرارة وضغط يتحول إلى صخر متحول الصخر المتحول إذا حدث له تجوية وتعرية عاد إلى الرسوبيات والصخر المتحول إذا حدث له انصهار عادة مرة أخرى إلى صهارة ولابة وهكذا نستطيع معرفة دورة الصخور من خلال هذه الدورة والرسمة نستطيع معرفة كيف تتحول الصخور بفعل العوامل إذا من خلال هذه الدورة نستطيع معرفة تحول الصخور من نوع إلى نوع آخر عن طريق تعريضها لعوامل متعددة وهكذا تتحول الصخور إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم